وثق عامل بناء أثناء عمله مستوى إنجاز حوضي سباحة في أحد البيوت التي عمل بها على نهر دجلة لكنه تفاجأ من الارتفاع الكبير في منسوب النهر فلنشاهد طبعاً قاعدنا نسوأ قاعد نشتغل بي خير من الله واصلت تقريباً 50% لها من المستمر بس سبحان الله صارت أنه في الشغلة يعني غريبة عجيبة اللي هي دجلة صعد صار ويا مستوى المسبح هس لش تنصحونه شنسوي للمسبح نسكفوا ونسوي سفتتين يقلوا ونكمل المسبح هاي يوم يدي يصعد شبراً لدجلة هاي ويا مستوى المسبح بالضبع فأنتوا نصيحتكم لأبو البيت شنسوي له طبعاً تكمل لهذا المقطع أمال والبناء أتوا باليوم الثاني ليكملوا أعمالهم ليجدوا أن حوض الصباحة وحتى البيت قد غرق بمياه نهر دجلة بعد أن ارتفع منسوب النهر إلى مستوى عال فنشاهد موسيقى أحيانا أهلاكم تذكرون المسبح والبيت القلنا لكم عليه شوف هاي ما شاء الله يستحني نطبونا طلع غرابنا نريد بس نأخد غرابنا مريد يا الله بس نريد نأخد غرابنا مريد كل شي عمي لا نريد المسبح ولا نريد فليساتنا ولا نريد كل شي ويش باعش ونوصل ماشاء الله نروح نشوف الجسم يبوي ماشاء الله كلها بالشاطر لالباكو حمد الشديد يتبع بالشاطر دينا سعوبك منها شو رح نطلع غراب ماء العدة مالتني الله إنه قرب ونزل هل تفعله سيبتبه هل هي المسبح؟ تبوع يبوع البيت سحبت ذلك قامت بلعتي رامي